عايزين نعرف بقى يا أستاذ رئيف السنة دي زحل قاعد فين عند مين وتأثيره ايه تمام زحل كان قاعد في الدلو حتى الان بقى له سنتين ونص لان حركته الفلكية بتقعد سنتين ونص في البرج سنتين ونص بين التلاتة طبعا الدلو عانى كتير برج الدلو من سنتين ونص من سبب زحل هو مش في ناس بتنخض منه شوي لكن هو كوكب اسمه المعلم الصارم بعلم الفلك اللي بخلي واحد يتعلم يدرس اكتر يتهد اكتر يشير مسئولية اكتر يسابر اكتر يصبر اكتر حتى يحقق النجاح يتعب حتى يحقق النجاح لكن ما فيش اعتماد هيكون على حظه لان هنا زحل قاعد اللي بيحمله الضغط طبعا زحل هيطلق من الدلو بتاريخ سبعة تلاتة الفين وثلاثة وعشرين يطلق من الدلو حينتقل للحوت طبعا بحركة تقدم يتقدم لها عند الحوت وبعدين برجع لدلو شوي شهرين وبرجع بعدين بيكمل للحوت بمعنى الحوت من سبعة تلاتة الزحل حينتقل عنده للحوت حيقعد سنتين ونص لبرجع الحوت حيشيله مسئوليات حيتعبه شوية حينضغط عليه شوية اللي متجوز مرة ممكن تجوز مرتين يفتح بيتين اللي بيشتغل شغلها ممكن يشتغل شغلتين مثلا اللي عنده ضغوطات ممكن يشيل مسئولية أهله مسئولية بيته وأهله فيه طاقة يدي يحمل هالمسئوليات حتى يعطيه أنه هو يثبت جدارته للزحل يثبت جدارته أنه هو سيطر على البرج أو سيطر على الأشخاص كذكور أو إناس طبعا وكل واحد حسب كمان أستاذة مانال حسب تاريخه ورقمه لأن أحيانا الأرقام إلادور إذا الأرقام كانت فيها حزوز بتخفف شوية أكتر من الأبراج يعني إذا رقمه محزوز وعنده زحل يعني نوعا ما أرحم شوية من غيره من أرقامه يعني إذا فيها رقم حزي 12 رقم 12 هذا رقم حلو محزوز يعني هذا بيكون أخف شوية من غير الأرقام طبعا إذا تاريخه 17 وداخل عنده زحل حيتعبه كمان أكتر وأكتر يعني طيب هل في حسابات غير دخول الكواكب في حساباتنا أو توقعاتنا طبعا فيه أستاذة مانال نحن عندنا حسابات رقمية بتاريخ السنة الانتهاء السنوي هاي محدش يعرفها بانتهاء السنوي بالأرقام دي ممكن تعطينا حاجات أكتر أو دقتها أعلى في التوقعات والله أعلى وأعلم طبعا الأبراج تيجي عامة لأني فيه كتير ناس تقولك أنا قلت لي على برجي ما حصلش الكلام ده مش مزبوط أو ما ده كله طلب مش مزبوط طبعا هذا الكلام لأنه عام نحن مش منخصص هاي وعام فيه ناس تزبط فيه ناس ما تزبطش لكن نحن مناخد الأرقام الأرقام التوقعات الرقمية هي دقتها نسبة أعلى والله أعلى وأعلم بتحليل الدقيق أكتر وممكن ناخد منه 70% 80% من التوقع يزبط معه أكتر بعلم الرقم لأن الرقم هو بكون خاص في الشخص النفسه في تاريخ موليده اليوم والشهر والسنة وممكن كمان اسمه بيعطي كمان طاقة الاسم إلى دور كبير طيب اشتركوا في القناة